هتحاولوا تهزوا من ثقة اللعبة مش هيحصل هتحاولوا تهزوا من ثقة الجهاز الفني اللي انتوا كنتوا بتقولوا فيلر ده حاجة عظيمة فيلر ده أجمد مدير فني إزاي إدارة الأهل قدرت تتعاقد معاه شابول إدارة الأهل دلوقتي بقت إدارة الأهل وحشة دلوقتي بقى فيلر وحش عشان ماتش ما كناش موفقين فيه وعندنا أخطاء فيه عشان ماتش الدنيا تتقلب كده تماما إزاي يا أخي حتى وانت بتتكلم قول كلام منطق عشان حتى تصدق نفسك شكلك انت قدام نفسك إيه انتوا واخدين اتجاه واضح ده سكريبت واحد متوزع مش معقول سكريبت واحد بس الأهل في ظهروا قناته قبل قناته الأهل في ظهروا جماهيروا اللي وعية جدا واللي عارفة كويس قوي كل واحد قصده إيه وكل واحد أهدافه إيه واضحة وضوح الشمس وهو ده عنوان الفقر يعني عنوان كان ترند إحنا النهاردة منتكلم فقرة بعنوان وضوح الشمس الموضوع واضح فحاجة بصراحة غريبة حاجة غريبة وأنا دايما دايما وتابعت في الحياة جمهوري الأهلي على السوشيال ميديا على مدر الساعات اللي فاتت لا في قدر كبير من الوعي عارفين أولي بتعامل مع النادي الأهلي دلوقتي عارفين قوي اللي بيحصل موضوع ليه أبعاد كبيرة ليه أبعاد كبيرة وخلي بالك برضو إحنا ما مطلعش مبررات إحنا بنكشف حقايا لازم الحقيقة تتكشف لازم الناس تاخد بالها عشان اللي مشوها خباله ياخد باله وأعتقد ما فيش دليل أكبر من دليل مبارح قناة عامة المفترض أن هي تبقى محايدة قناتين هم بنفس الاسكريبت بنفس الكلام بنفس المدة اللي تكلموا فيه فحاجة غريبة بصراحة لكن أنا اللي أقدر أقوله إيه في النهاية اللي أقدر أقوله إيه شابو سيف زهر شابو إبراهيم فعي دليل نقدر نقوله